أكدت الدكتورة مريم عذب الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن الخدمات الصحية العلاجية من فحص وحجر وعلاج مستمرة بالمجان في مراكز الحجر الصحي الاحترازي ومراكز العزل والعلاج من فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز العزل والعلاج 1667 سريرا في حين بلغ الإشغال منها 232 سريرا فقط وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي 2504 أسرة بلغ الإشغال منها حتى الآن 215 سريرا كما أن مراكز الحجر الصحي الاحترازي تمتلك القابلية الكاملة لتحويلها لمراكز عزل وعلاج في حال دعات الحاجة وأوضحت الجلاهما أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وبناء على قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بدأت بمنح التصاريح للقطاع الخاص لتقديم خدمات الرعاية الطبية بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الفحص والحجر والعزل والعلاج ضمن الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وبينت الجلاهما أن منح التصريح للقطاع الخاص جاء لتقديم خدمات الرعاية الطبية للحالات القائمة بفيروس كورونا كوفيد 19 والذين لا يعانون من أي أعراض والذين بإمكانهم الإقامة خارج المستشفى والراغبين في تلقي العلاج في القطاع الخاص بالإضافة إلى التصريح لتقديم خدمة الحجر الصحي الاحترازي الخاص في عدد من الفنادق للقادمين من الخارج أو المخالطين لحالات قائمة والذين لم تثبت إصابتهم بالفيروس بعد وذلك بناء على رغبة الأفراد وعلى نفقتهم الخاصة حيث وفقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على منح مستشفى الشرق الأوسط تصريحا لتقديم الرعاية الصحية للحالات القائمة بالفيروس وليس لديهم أي عراض في فندق ريجس بارك الكائن في منطقة الجفير والذي تم تخصيصه كمرفق لرعاية الحالات تحت إشراف طاقم طبي مؤهل تابعا للمستشفى بطاقة استيعابية لمائة واثنين وسبعين سريرا وأضافت الدكتور الجلهمة أنه بالنسبة لخدمات الحجر الصحية الاحترازي الخاص للقادمين من أماكن تفشي الفيروس أو مخالطين لحالات قائمة فسيتم تقديم تلك الخدمات في فندق نوفوتيل المحرق وذلك تحت إشراف طاقم طبي مؤهل تابعا لمستشفى البحرين التخصصي بطاقة استيعابية تصل لمائة وستين سريرا إلى جانب فندق بستوسترن وفندق تاج تحت إشراف مستشفى الشرق الأوسط بطاقة استيعابية لمائتين وستين سريرا للفندقين والعمل جار على منح التصريح لفنادق أخرى خلال الأيام القليلة القادمة وأضحت الجلاهمة أن جميع الخدمات المقدمة في المرافق ستكون وفقا للإرشادات والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية مؤكدة أن قبول إدخال المرضى الراغبين في العلاج سيكون فقط عبر الاتصال على الرقم 444 ترجمة نانسي قنقر